موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونات فوائد مذهلة لخيوط الموز لن تزيلها بعد الآن كشفت دراسة طبية حديثة أن الأنسجة أو الخيوط الناتجة عند تقشير الموز تساعد على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز وأضفت الدراسة أن الخيوط التي تسمى فلوم تعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغذائية في العديد من النباتات والفواكه وإلى صحيفة الحياة الجديدة التي عنوانت البروتين النباتي يحمي من بلوغ سن اليأس مبكرا أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة بوستن أن أكل البروتين النباتي يقلل خطر بلوغ المرأة سن اليأس مبكرا وتتضمن الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي البقوليات والمكسرات والمعكرونة وحبوب الإفطار المدعمة بالبروتين النباتي وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت أطعمة تخلصك من رائحة التعرق قال خبراء أن هناك أطعمة معينة تساعد في تحسين رائحة الجسم خلال فترة النهار وتقلل من رائحة العرق ومن أشهرها النعنع الأخضر والريحان والكزبر والبقدونس وتعتبر هذه الأنواع من الخضروات معطرات طبيعية للجسم لاحتوائها على زيوت عطرية إضافة إلى بعض أنواع المكسرات كالفول السوداني والفستق واللوز والبندق التي تتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها في الجسم أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت لسقة للقاح الإنفلونزة تشتاح اختبارات مهمة اشتازت لسقة حاقنة للقاح الإنفلونزة اختبارات سلامة مهمة في أول تجربة على البشر وعلى الجانب اللاصق منها تحتوي اللصق على مئة إبرة شبيهة بالشعر تخترق سطح الجلد وتتميز اللصق الجديد بسهولة الاستخدام بحيث يمكن للناس لصقها بأنفسهم وأخيرا صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت الشوكولاتة تحسن الذاكرة وتعزز صحة الدماغ كشفت دراسة علمية حديثة أن الشوكولاتة تحسن الذاكرة وتعزز صحة المخ وقال الباحثون أن هناك مادة كيميائية في الشوكولاتة تسمى فلافانول يمكن أن تتصدى لأثار الحرمان من النوم وبالتالي يمكن أن تساعد الناس الذين يعانون من الأرق شكرا للمشاهدة